للدمار في هذه البلدة ضجيج صامت يخيم على طرقاتها المنكوبة ومبانيها المهدمة فالاشتباكات والقصف العنيف الذي جرى في بلدة كفرزيتابر في حماه طال كل شيء ولم يسلم منه حتى الحيوان تطارعك هذه المدرسة ولم يتبقى من معالمها إلا هيكلا يشهد بقوة القصف وشدته فالمنطقة غضا بحكم من تبقى من أهلها بلدة للموت والخراب نزحت الناس بسبب القصف الطيران الهائل على البلد وبالمية 95 نجوح الأهلي من بلدة كفرزيتا وحتى الكلاب قتلت وحتى الحيوانات وحتى البقر وحتى البشر نفر قليل من سكان البلدة أثروا البقاء على الرحيل وآخرون قرروا الصمود والدفاع عن البلدة من أي غارة جوية أو محاولة اقتحام من قبل جيش النظام بإذن الله نقوم بحراس مدينة كفرزيتا بعدما أخلينا منها قوات الأسد وقمنا بدحرهم خارج المدينة وها هي المدينة شبه مدمرة أو كامل تدمير قام باستهدافها بالطيران الحربي والمروحيات وبالدبابات وبالصواريخ الثقيلة قام بتحجير أهلها ولم يبقى منهم سوى القليل القليل الذي لا يذكر البلدات التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حماي الشمالي تتعرض لضغط عسكري كبير منذ أربعة أشهر إذ لا يمر عليها يوم دون أن تتعرض لقذيفة بالراجبة أو ضربة صاروخ أو غارة طائرة لقد تغيرت معالم البلدة بسبب عمليات القصف المكثف عليها قصف جعل المنطقة شبه خاوية على عروشها وضربها بوابل من الدمار فكل شيء فيها يحدث عن مأساة حالها محمد ربطيبسكا نيوز عربية ريف حما